السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم هو يوم من ايام الله اليوم مملكتنا المغربية الشريفة تحتفل بذكرى وطنية غالية ذكرى عيد الاستقلال المجيد الذي التحت ما فيه العرش والشعب دفاعا عن البلاد وتحريرها من الاستعمار الشعب المغربي داب انه يوم الثامن عشر من ونبر من كل عام يحتفي بهذا الحدث الذي استقلت البلاد فيه وتخلصت من الاستعمارين الفرنسي والاسباني في سنة الف وتسعمائة وستة وخمسين وهذا الحدث هو متجدد متجدد بما يحمله من عبر وعضات واهداف سامية ففي مثل هذا اليوم وقع الاستقلال بهذا البلد الامين معلنا نهاية عهد الحجر والحماية وبداية استقلال المغرب عن فرنسا وإسبانيا ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذا الاستقلال نالته الامة المغربية بفضل الله اولا ثم بفضل كفاح الرجال الافداد الصادقين المؤمنين المتقين الوطنيين الغيورين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه لقد تعاهدوا على تحرير البلاد وعلى نصرة ملك البلاد وعلى الحفاظ على تواتبة البلاد من الناحية الدينية ومن الناحية اللغوية ومن ناحية القيم ومن ناحية التقاليد والعادات الموروطة عن الاباء والاجداد هؤلاء الرجال من ابناء المقاومة منهم من قضى نحبه ومنهم من لا يزال ينتظر ولكن ما بدلوا تبديلا لا زالوا على العهد لكن لماذا نحن نتحدث عن هذه الذكرى وقد مرت عليها خمسة وستين سنة ماذا نستفيد من استحضار هذه الأحداث الأمم النهضة التي لا تعرف تاريخها ولا تعرف الوقائع الجسام لا يمكن أن تكون أمة نهضة فلابد لكل أمة إذا أردت أن تعرف تاريخها لكي تنهض ونحن في أمس الحاجة أجيالنا وأبناؤنا في أمس الحاجة لكي يعرفوا ما الذي وقع في مثل هذه الأيام ثم نتذكر ونشكر نعم المنعم جل جلاله علينا فربنا يقول يا أيها الذين آمنوا أذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فما الذي حدث تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نرجع سنين وعقود من الزمن إلى الوراء ونستحضر ما الذي وقع في مغربنا العزيز نستحضر أنه في سنة 1912 ستقوم القوات الفرنسية قوات الاحتلال أنا داك ستضع يدها على أرض المغرب في الأول كان غرضها استغلال التروات المغربية فالمغرب هو موقع استراتيجي وفيه أراضي فلاحية عظيمة جدا مناطق دكالة وعبدة والشاوية وارحامنة وغيرها من الأماكن خيرات المولى في الأراضي الفلاحية ثم إنه يزهر بمعادم كثيرة ومتعددة ثم له إطلال على محيطين كبيرين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي خيرات كثيرة فهو عبارة عن سلة غداء خير والمغاربة أنا داك كانوا قلة حوالي خمسة ملايين من المواطنين وكان الناس بسطاء وكانوا يعيشون على طبيعتهم وفطرتهم تدخلت فرنسا وادعت بأنها تريد أن تقوم بإصلاحات أنها لما نجحت فيها الثورة الفرنسية ولما صاروا يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان ولما صار عند الغرب ما يسمى بالمكننة وبالتقنيات المعاصرة فرنسا بكونها تنشر قيمها وتنشر التنمية بالبلاد الضعيفة جاءت إلى المغرب وأرادت أن تقدم إصلاحات على مستوى الفلاحة وعلى مستوى الصيد البحري وعلى مستوى مجالة متعددة لكن داخل هذه الإصلاحات هناك نية مبيتة غايتها هي وضع اليد على نظام الحكم بالمغرب طبعا ملك البلاد أنا داك محمد الخامس طيب الله تعراه بدكائه وفطرته ونورانيته اعتبر بأن هذه الإصلاحات هي في الظاهر تسمى إصلاحات ولكن في العمق هي رغبة في التحكم في نظام الحكم بالبلاد تريد أن تتحكم في دوليب الاقتصاد وفي الحياة العامة وتفعل ما تشاء محمد الخامس طيب الله تراه هذا الرجل الرباني كان دوما عنده مستشارين أشكال وألوان ومن بين المستشارين كان عنده فقهاء وعلماء أجلاء فبعد المشاورات تبين بأن فرنسا رغم أنها تقدم الخدمات وترفع لواء الإصلاح لكن هدفها الأساسي أمراني لا تلت لهما الأول استغلال خيرات البلاد فالشعب عنده خير ولكنه غافل عن الاستثاد منه وتريد أن تستنزف كل خيرات البلاد الفلاحية والتروى السماكية والمعادن كلها إلى منفعتها الأمر الثاني وهو لا يقل خطورة عن الأمر الأول وهو نشر النصرانية ومحاصرة الدين الإسلامي ففي المغرب معروف أنه كان شعب متشبع بدينه ومتشبع بقرآنه وبإسلامه فكان فرنسا هدفها هو محاصرة الدين الإسلامي ونشر النصرانية وبالتالي نشر اللغة الفرنسية والتقافة الفرنسية ومحاربة العربية كل هذه الإجراءات وهذه التدابير هي تمس بسيادة الوطن وتزعزع كيانه وركائزه لهذا الشعب المغربي قاطبة رفض هذه الإصلاحات وفي مقدمة الرافدين دوما هو ملك البلاد السلطان محمد الخامس طيب الله تراه فرنسا رغم كل هذه الأشياء لم تعر اهتماما للرأي المغربي وبدأت تتغلغل داخل تراب البلاد هنا ستبرز أول شرارات المقاومة وكان أول من بدأ المقاومة في الريف الريف فيه رجال وفيه أناس عندهم شخصية قوية معتزون بوطنيتهم معتزون بدينهم معتزون بلغتهم وكان القائد هو الشخص الشهيد والرجل المبارك محمد بن عبد الكريم الخطابي هذا الرجل الآن لا يقل شهرة عن شكي فارا وفيدي الكستخو وغيرهم من كبار المقاومين مقاومته الشرسة كان رجل دين وكان حامل لكتاب الله وكان فقيه واستطاع بوسائل بسيطة جدا أنه ينبري أولا إلى الجيش الاحتلال الإسباني لأن إسبانيا وضعت يدها على أماكن الشمالية من المغرب وفي هذه الضرفية نوحد بأن الأوضاع كانت كلها مزرية فقد توالت على الوطن نكبات وويلات في تلك الفترة أصاب البلاد الجفاف انحبس المطر سنوات متواليات كتسمى أيام المجاعة الناس شعروا بأن الاحتلال من جهة والبلاد توقف عنها المطر والناس صاروا يعيشون حياة بئيسة ثم انتشرت الأوبئة أيام زمان كان هناك وباء يسمى التوفيس نحن في زمننا هذا عندنا كورونا أيام زمان كانت يسمى التوفيس ثم قلت الموارد النظافة فكان هناك القمل كان يهجم الناس كلهم كانوا يعانون من هجوم القمل الاجمل كان في كل مكان يبدأ بالأطفال الصغار وينتشر في الملابس وفي كل مكان الناس صاروا يعيشون في دوامة أحياء بكاملها مريضة في هذه الظروف الحكومة الفرنسية ستتخذ دريعة لحماية المغرب وتقديم المساعدة وهكذا بدأت تتغلغل بين الفين والأخرى لكن ترى بأن رجال المقاومة يعلمون بأن هذه المساعدات المقدمة من طرف الاحتلال الفرنسي هو في الظاهر يبدو أنه رحمة ولكنه في الباطن غايته هو التحكم في زمام الأمور بالبلاد هنا ستضطر فرنسا للبحث عن طريقة لتقسيم الشعب المغربي تعلم بأن المغرب فيه تنوع تقافي وتنوع عرقي فيه العرب وفيه الأمازيغ ولكي تقسم قوة المغاربة أصدرت سنة 1930 ما يسمى بالظاهير البربري كان غايته تقسيم المغاربة بين عرب وبربر وحسب الإحصائيات أنذاك بأن الأمازيغ كانوا يشكلون حوالي 45% من سكان المغرب ينتشرون في الريف وجبال الأطلس وفي الجنوب كان غاية سلطات الحماية آنذاك تفتيت وحدة الشعب المغربي فالمغرب لاحظ بأن إسبانيا في الشمال وفي الجنوب في الأقليم الصحراوية وفي الوسط كانت هناك فرنسا في 1942 لوحد دخول طرف ثالث وهو الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدولة العظمى كانت تحمل لواء الحرية ولواء تقديم المساعدات للبلدان الضعيفة والمغرب كان أول المعترفين باستقلال أمريكا وهذا يشكل دين في رقبتها فأمريكا تدخلت وأردت أن تقدم المساعدة للشعب المغربي لمحاربة المجاعة فجاءوا بتعاونيات تسمى تعاونيات الدقيق وقد فارح المغاربة بالتدخل الأمريكي في بادي الأمر جاءوا بالدقيق وبالطعام ولكن جاءوا أيضا بالسجائر وجاءوا بالكحول وكأنهم يريدون أن يفسدوا ضوق المغاربة كان غاية كان غاية أمريكا أنداك أيضا ظاهره خير ولكن بطنه شر كان غايتها العمل على إرساء قواعد عسكرية بأرض المغرب لأن المغرب جاء في منطقة استراتيجية وفعلا تم ذلك وأرسط الولايات المتحدة الأمريكية قواعد العسكرية بالمغرب هنا الناس يتسألون ما الذي وقع ما الذي يقع في بلادنا هذا البلد الأمين صار الآن مطمعا للناس وصاروا يتحدثون عن الأحاديث النبوية التي تتكلم عن الفتن كقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تتكالب عليكم الأمم يوم القيامة كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يلقي الله في قلوبكم الوهن قيل يا رسول الله ما الوهن قال محبة الدنيا وكراهية الموت هنا بدأ العلماء والفقهاء والدعاة يجمعون الناس ويبتون في نفوسهم الحمية للدفاع عن أرض الوطن فكانوا يقولون هذا الذي يقع في بلادنا جفاف ومجاعة ثم المستعمر الفرنسي والمستعمر الإسباني والقواعد الأسكر الأمريكية هذا ماله هذا كل هذا لماذا يقع قالوا إنما هو عقاب من عند الله هذا عقاب لهذا كانوا يدعون الناس للاستغفار والتوبة لكي يدفع الله عنهم هذا البلاء وفعلا بدأت الزوايا والمساجد والتجمعات ينعقد فيها يجتمع فيها الناس يتلون القرآن الكريم ويتلون صحيح البخاري وصحيح مسلم ويستغفرون المولى عز وجل وأول ما بدأوا به هو التصدي لما يسمى بالظهير البربري الذي كان يهدف لتقسيم وحدة المغاربة فالمغاربة ركزوا على وحدتهم فقامت المقاومة كبيرة مظاهرات في عدة مناطق من المغرب في الشمال والجنوب والغرب والشرق كلهم ينددون ضد هذا الظهير البربري فالأمازيغ هم سكان المغرب الأولون وقد استقبلوا الفتح الإسلامي بصدق ويقين وصاروا أكبر السكان حفظا للقرآن وتشبتا باللغة العربية وبالقيم الإسلامية فتوحد المغاربة عرب وأمازيغ وأفشلوا مخططات الاستعمار ودهب هذا الظهير البربري إلى أدراج الرياح ثم انطلقت حركة احتجاجية واسعة ضد السياسة الاستعمارية والمساجد آنذاك كانت لها دور عظيم في انطلاق الشعارات وخصوصا يوم الجمعة يوم الجمعة الناس لما يجتمعون والجمعة نعمة أرصاها الإسلام منذ بزوغ فجره فالناس يجتمعون إجبارا يجتمعون في المساجد والخطيب يخطب وهم يستمعون لتوجيهته النيرة فبدأ الخطب يرددن في الأول ما يسمى باللطيف اللهم يا لطيف يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادر ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر يا لطيف يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادر ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر وسار العرب يعانقون إخوانهم البرابر كلهم يشكلون لحمة مغربية أصيلة ثم بدأ أبطال الحركة الوطنية يلجأون إلى ما يسمى بالاحتجاج السلمي نجد الفقهاء والصلحاء في المساجد وفي الزوايا يذكرون الله تعالى ويستغفرونه ويرددون اسم اللطيف ونرى الأدباء والفنانين والشعراء يقومون بنسج إما مصرحيات وإما أشعار عربية وبربرية ترفض التفريق بين مكونات الأمة من ذلك القصيدة المعروفة التي سألت فيما بعد مغندات تقول صوت ينادي المغربي من مازغ ويعربي لا نرتضي بالتفرقة ولو علونا المشنقة أشناؤنا فدى الوطن ولو غدت ممزقة فكانت الحركة الشعرية والفنية تعمل لإدكاء روح المقاومة في أبناء الشعب ونلاحظ بأن على المستوى العالم الإسلامي نجد بأن عدد كبير من المسلمين تضامنوا مع إخوانهم المغاربة ضد ما يسمى بالظاهر البربري وأكدوا بأن هذا المرسوم إنما هو سياسة صليبية متجددة غايتها هو فرقت سد ونلاحظ بأن عدة دول الإسلامية شقيقة آزرت المغرب في هذه المحنة في مقدمتها جمهورية مصر العربية في شخص الأزهر الشريف بعلمائه الأجلاء وقد قاموا بحملة اعتراضية قوية ثم عدد من الدول الشقيقة الجزائر وتونس والدول العربية وكان الأمير شكيب أرسلان قد زار المغرب وكان يقيم جلسات للفكر النوراني مع أبطال المقاومة طبعا الفرنسيون انتبهوا إلى مثل الأمير شكيب أرسلان أخرجوه من طنجة وأخرجوا كل من يبت الفكر النوراني وباركوا كل من يبت الفكر الخرافي والفكر الذي فيه اللهو وفيه المجون أو الخرافة أما الفكر النوراني فكر الصمود وفكر المقاومة وفكر المجابغة كانوا يعتردون طريقه ويكون مصيره إما السجن وإما الإخراج من أرض الوطن ثم بعد ذلك بدأ الفكر دي المقاومة يتبلور عند أبناء الوطن وخصوصا بدأت تصلهم إصنارات الدول الكبرى التي تعرضت أيضا للاستعمار فقد وصلت عدة تقارير وبيانات وأشعار تبين خطورة هذا الاحتلال وتكشف عن أهداف الحقيقية وبدأ الناس يوزعون أشعار جديدة مثل ملاحم الشعراء بفلسطين عدة شعراء عندهم ملاحم للنضال والصمود ثم وصل حتى الشعر غندي غندي الذي كان يقاوم الاستعمار البريطاني وصار الناس يرددون أشعار كثيرة ومتعددة في المنتديات كلها تلهم الحماس من ذلك القصيدة الشهيرة قصيدة أبي القاسم الشابي هذا المناضل التونسي المغاربي والتي كان يقول فيها إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد للليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر ومن لم يعانق شوق الحياة تبخر في جوها واندتر ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر قصيدة عظيمة طويلة وعريضة فيها معاني الصمود ومعاني المقاومة فلما رأت فرنسا بأن أبناء الوطن المغربي عندهم من الوعي وعندهم من الإيمان ما يجعلهم يقفون سدا معيني ضد سياسة الاحتلال الفرنسي سيتكهرب الجو وستهرب فرنسا إلى خلع صاحب الجلالة أندك السلطان محمد الخامس ففي غش قامت بخلع هذا السلطان والمغارب كانوا متشبتين جدا بسلطانهم أولا لأنه من سلالة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأنه يرون فيه الإخلاص ويرون فيه حسن النية وأنه يمتل وحدة المغرب لقد غضب المغارب غضبا شديدا حينما امتدت يد المستعمر الفرنسي إلى خلع رمز الأمة ووحدتها السلطان محمد الخامس ثم بدأ مجموعة من الخونة مثل الباشا الجلاوي الذي كان يجمع المال والسلطة والنفود وافتدح أمره وافتدح أمر جماعته بأنهم خونة ويضعون أيديهم في أيدي المستعمر بل حتى بعض دعاة الدين ودعاة التصوف كالمدعو عبد الحي الكتاني الذي ظن فيه الناس أنه وطني ولكن تبين أنه مخادع وأنه يضع يده في يد المستعمر والناس بدأوا يفقدون الثقة في عدد الخونة حتى العمل الحزبي في تلك الفترة بدأ يفقد بريقه ومصداقيته لم يعد الناس يؤمنون بشيء من أجل تغيير وضع المغرب سوى المقاومة المقاومة ثم المقاومة والعمل الفدائي للمطالبة بإرجاع رمز ووحدة المغرب السلطان محمد الخاميس إلى أرض الوطن وأيضا لحماية البلاد فقامت مقاومة مسلحة في الجنوب والشمال تكتف المغارب جمعاء للقضاء على الاحتلال نذكر مثلا بأن المقاومة ستبدأ في قلب الدار البيضاء الدار البيضاء التي هي القلب النابض للمغرب العاصمة الاقتصادية وفيها تكتل بشري كبير من يمثل جميع الطياف المغرب في الصحراويون وفي الفاسيون والأمازيغيون والمراكشيون والشاويون وكل الدار البيضاء خالط هي المغرب المصغر ستقوم حركة مقاومة صادقة وقوية وعدة شوارع سوف تعرف مسيرات كثيرة الآن من يزور الدار البيضاء سيرى بأن الشوارع تسمى بأسماء المقاومة في ذلك الزمان هناك شارع كبير وعريض يسمى شارع الفيداء بدر السلطان شارع الفيداء كان في الفيدائيين الأقوية الرجال ثم في قلب الدار البيضاء كان هناك شارع يسمى شارع المقاومة شارع المقاومة أيضا عرف أحداث قوية للمقاومة كان عندنا مثلا شارع أخر شارع النصر شارع النصر أيضا عرف واحد الأحداث عظيمة ثم كان شارع كبير وضخم شارع الجيش الملكي هذا كان فيه القوات الوطنية الملكية المدافعة كل هؤلاء كانوا يشتمعون بهدف واحد وهو إزالة المستعمر من أرض الوطن والمطالبة بعودة السلطان المخلوع رمز الأمة محمد الخامس طيب الله تراه ظهر الفدائيون رجال نسأل الله تعالى أن يرحمهم في هذه الساعة المباركة من لا يستحضر الفدائي أحمد الزرقطوني والفدائي إدريس الحريزي والفدائي إبراهيم فردوس والفدائي المانوزي وغيرهم بالعشرات والمئات رجال بفضل ما أعطاهم الله من قوة المقاومة نحن اليوم أبناء هذه الساعة نعيش في أمن وأمان وسلم وسلام هذو آباؤنا وأجدادنا قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن طبعا الاحتلال الفرنسي سيواجه هذه الحركات الفدائية المقاومة بالقمع والعنف والاعتقال وهنا سوف تتشكل ما يسمى بكتلة العمل الوطني تنظيم هذه المقاومة المقاومة كانت مفرقة فتم تنظيمها على شكل ما يسمى كتلة كتلة العمل الوطني وصاروا ينشطون بشكل ذكي لكن فرنسا بقوة سلاحها وجيشها واجهت الفدائيين بالقمع والعنف والاعتقال بل وبنفي بعضهم هناك مقاومون تم نفيهم من بينهم الشهيد والمجاهد الفقه العلام المفكر علال الفاسي تم نفيه إلى الجابون وبقي هناك تسع سنوات أيضا المجاهد عبد الكريم الخطابي تم نفيه إلى مصر وماكت هناك في القاهرة بل سوف تقوم باغتيال عدد من هؤلاء المقاومين وفي مقدمتهم محمد الزرقطوني وهنا ستقوم المظاهرة كبيرة مظاهرة كبيرة جدا وسوف يموت فيها عدد كبير من أبناء هذا الوطن وسم شهداء لفشي الضلبض سيزر واحد المقبرة اسمها مقبرة شهداء هذه مقبرة شهداء فيها الضحايا والأموات الذين كانوا يقاومون الاستعمار الفرنسي أندك بالعشرات بل وبالمئات ماتوا وتم دفنهم في المقبرة وسميت مقبرة الشهداء هنا الفكر السياسي المغربي سوف يتبلور وتتبلور معه ما يسمى بفكرة وثيقة المطالبة بالاستقلال من أجل استرجاع المغرب لسيادته والمطالبة بعودة عاهله المفدى والمطالبة ببناء مؤسسات ديمقراطية في ظل الحرية والاستقلال في الأول كانت وثيقة 11 يناير التي أمضاها المناضلون من كل أنحاء المغرب ثم بعد ذلك سيقوم العاهل المفدى محمد الخامس بزيانة طنجة في إطار رؤية دولية ولكي يلقي الخطاب الشهير السيارة التاريخية للسلطان محمد بن يوسف في 10 أبريل 1947 ألقى خطاب عبر فيه عن تطلع المغرب لاستعادة استقلاله وسيادته وفي هذه اللحظة سيتبلور الوعي في البلاد العربية والإسلامية وأن المغرب يعبر عن انتمائه القومي العربي خصوصا غدا تأسيس جامعة الدول العربية العاهل المفدى محمد بن يوسف محمد الخامس سوف يعطي للمرأة مكان مهم للغاية ويدعو إلى تحرير المرأة ويقدم الأمير للا عيشة لكي يبين بأن المرأة هي نصف المجتمع ولكي تساهم في تنمية البلد وفي 1952 سيحصل المغرب على استقلاله وسيسمى ذلك العيد بعيد الإنبعات لم يكن أن يسمى عيد العرش يسمى عيد الإنبعات وهنا سيجدد محمد الخامس طيب الله تراه المطالبة بالاستقلال لا يمكن أن نعيش في ظل الاستعمار أبدا لن نرفض رفضا تاما أن يحكمنا الأجانب وصليبيون نحن بلد مسلم عربي متدين فكان محمد الخامس رغم الظروف الصعبة يطالب الاستقلال فطار الاستعمار من جديد كلما رفعت المطالب المغربية وكأن تصب الزيت في النار الاستعمار يزيد في قوته وفي حركته العسكرية وهنا في 1953 ستبتدئ المقاومة الحقيقية تبتدئ من أمام القصر الملكي وأيضا في الدار البيضاء ستبتدئ من المساجد مسجد معروف يسمى مسجد الحبوس مسجد الحبوس في الدار البيضاء سيقوم خطيب ضعيف يصعد فوق المنبر والناس في ضرفية صعبة وخطبة الجمعة فكان يقول أيها الناس اصبروا وصابروا اصبروا هذا أمر الله وقدر الله اصبروا فإذا برجل من أبناء المقاومة يصعد وينزل الخطيب من فوق المحرب من فوق المنبر ويقول هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعم لقد أمرنا الإسلام بالصبر لكن الموطن هذا ليس موطن الصبر بل موطن المقاومة فقام يخطب في الناس ويقول أيها الناس وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده فإذا بالناس يرفعون أصوتهم بالتكبير ويخرجون من المساجد للقيام بمسيرات من أجل المطالبة باستقلال الوطن وترضي المستعمر لكن المستعمر يتمادى في طغيانه ويأبى إلا أن يذل كرامة المغاربة في عشرين غش الف وتسعمائة ثلاثة وخمسين وليلة عيد الأضحى والمسلمون والمغاربة يستعدون للأضحية فارحين مسرورين سنة سيدنا إبراهيم الخليل سيفاجأون بقرار السلطات الاستعمارية بنفي السلطان محمد بن يوسف إلى جزيرة مدى عشقر ثم إلى كورسيكا وتعزله عن العرش وهدى سوف يؤدي إلى اندلاع ثورة الملك والشعب التي عجلت بالاستقلال وكانت مقاومة عظيمة جدا ومقاومة مفخرة لأبناء هذا الوطن وفي مثل هذا اليوم الثامن عشر من ونبر في مثل هذا اليوم الثامن عشر من ونبر سنة الف تسعمية وخمسة وخمسين ستتطر فرنسا إلى إرجاع السلطان محمد بن يوسف إلى بلده وإلى شعبه وإلى عرشه وسوف تتطر مقرهة أن تعلن نهاية عهد الحجر والحماية وبداية استقلال المغرب عن فرنسا الذي أعلن بشكل رسمي في الثاني من مارس الف تسعمية وستو خمسين لما عاد محمد الخامس إلى المغرب كان يوما تاريخيا لن ينساه المغرب جميعا لأنه رجوع عظيم وكان يقول عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فقد اكتمل استقلال القسم الأكبر من البلاد بنهاية الحماية الإسبانية على المطق الشمالية وكانت محطة عظيمة جدا لقلت فيها المقاومة المغربية الفرنسيون درسا لن ينسوا وكانوا يرددون قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض فربنا عز وجل بفضل النيات الصادقة حبا في الدين الإسلامي وحبا في اللغة العربية وحبا في السلطان الذي هو من آل بيت رسول الله ربنا ساند المقاومة المغربية رغم ضعف إمكانيتها وجعلها تنتصر على الاحتلال الفرنسي نحن اليوم أيها الأحبة الكرام في وضعية ينبغي أن نستحضر كل هذه الأحداث ونشكر الله عز وجل على هذه النعمة هذه نعمة الاستقلال ونعمة وحدة المغرب ربنا يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر السلطان الصالح محمد الخامس بعد أن أرجع إلى أرض الوطن كان يقيم مقتضايات هذه الآيات القرآنية بعد أن مكنه الله في الأرض كان أول ما يفعله يدخل إلى المساجد ويقيم الصلاة في المساجد ويأمر العباد بأن يؤتوا الزكاة أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وكان يأمر أهل الأمر بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر ثم جاء المقاومون وجاء أبناء الوطن للدعوة للحفاظ على وحدة الوطن فنحن أقوياء بوحدتنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعونا إلى الوحدة وربنا عز وجل كان يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذه الآية كان يرددها كثيرا العاهل محمد الخامس طيب الله تراه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكان يردد دوما إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وكان يستلهم في كل خطاباته الأحاديث النبوية من السنن المطهرة ففي الأطر الذي ردده النبي الكريم لما عاد من إحدى الغزوات كان يقول عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر هذه الكلمة كان يرددها محمد الخامس طيب الله تراه في جل خطاباته الجهاد الأصغر هو المقاومة الجهاد الأكبر هو بناء الوطن نحن الآن ماذا يجب علينا أيها الأحباب في مثل هذه المناسبة أن نرانيه وذكرهم بأيام الله علينا أولا أن نكتر من الشكر لله عز وجل أن حفظ الله بلادنا وأكرمنا بنعمة الاستقلال فربنا يقول وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنْ عَدَابِ لَشَدِدْ فعلينا أن نشكر الله عز وجل أن أكرمنا بأرض طيبة مباركة وبشعب أبي موحد وبسلطان مؤمن صادق رؤوف بالعباد ثم علينا أن نعمل للحفاظ على توابت هذه الأمة وعلى مقومات شخصيتها فالأمة هي متمثلة في الوطن هو المغرب والدين هو الإسلام واللغة هي العربية فقد كان المستعمر يسعى لمحو مظاهر الإسلام وسمة التدين ويدعو إلى التغريب ثم كان يحرص على العبت بلغة القرآن وعلى مقومات الأمة التاريخية فالمستعمر فشل في كل هذه السياسة التخريبية لكنه لم يفشل أنه خلف من ورائه فراخ لهم أياد موصولة بخيوطه ليكونوا امتدداً له لكي يعبتوا بالإسلام وسمة التدين ويطعنوا في لغة القرآن العربية ويطعنوا في مقومة الأمة وتاريخها ثم علينا أيها الأحباب الكرام بعد أن نشكر الله على نعمة الاستقلال ونحافظ على توابت هذه الأمة علينا أن نستمر في طريق التعمير والبناء والإصلاح فنحن مطالبين أن نواصل الطريق ونستمر في مسيرة البناء الجهاد الأكبر ولا نفسد في الأرض بل نصلح لقول الله تعالى ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين نسأل الله تعالى أن يتغمد بواسع رحمته جميع أبناء المقاومة وجيش التحرير وكل الفدائيين وكل الوطنيين الغيرين الذين ضحوا بالغالي والنفيس بدمائهم وأجسادهم وممتلكاتهم في سبيل استقلال هذا البلد اللهم ارحمهم رحمة واسعة اللهم أسكنهم فسيح الجنات اللهم جازهم عنا خير الجزاء ونسأل الله تعالى أن يتغمد بواسع رحمته الملك المفدى والسلطان المكرم محمد الخامس اللهم يا رب جعل قبره روض من رياض الجنة اللهم يا رب جعل متواه الفردوس الأعلى ونسأل الله تعالى أن يرحم الملك الباني الحسن الثاني اللهم يا رب يا كريم اجعله مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا رب يا كريم أتمم نعمتك على سلطانك الخاضع لجلالك أمير المؤمنين محمد السادس اللهم يا رب متع بالصحة والعافية وبطول العمر وبارك اللهم الله في جهوده وأكر عينه بولي عهده المحبوب المولى الحسن وأنبته نباتا حسنا اللهم يا رب واحفظ هذا البلد الأمين وسائر البلاد الإسلامية واحفظنا من النكبات واحفظنا من الأوبئة واحفظنا من المجاعات واحفظنا من خطر المتدخلين الخارجيين احفظ هذا البلد يا رب بالسبع المتاني والقرآن العظيم قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله